الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية وإماما للعالمين ثم أما بعد مستمعية الكرام بقيت لنا نقطة أساسية يجب التأكيد عليها في نهاية هذا المقرر مقرر التوحيد وبالتحديد بعد أن بينا مسألة من أهم المسائل التي اختلفت حولها عقول المتكلمين سلفا وخلفا ألا وهي الرؤية إثبات الرؤية قضية الأدلة والتعارض بينها وموقف العقل من نصوص القرآن كذلك قضية هل إذا تعارض العقل مع النقل أيهما يقدم قضايا ضخمة قضية يثبت بها ما تكلمنا عنه من مقررات هذا المنهج إن الرؤية تثبت عندما أكد أهل السنة والجماعة لكن بشروط أن نسلم لقضاء الله ولأوامره ونواهيه التسليم المطلق سلوك المسلم دائما ولهذا جعلنا هذه الوحدة لبيان هذا الأمر في نقطتين أساسيتين أولهما التسليم لحكم الله ورسوله والثانية موافقة العقل للنقل وهذا هو الدرس الذي يسير على نقطتين تكلمنا عنهما أما النقطة الأولى لابد أن نشير إلى أن المسلم عليه أن يسلم تماما بما حكم الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم والثانية بيان موافقة العقل للنقل فلنبدأ بالأولى التسليم لحكم الله ورسوله ثابت في آيات الكتاب الكريم الأمر باتباع نصوص الكتاب والسنة والرجوع إليهما والإيمان بهما إذ إن نصوص القرآن والسنة إنما هي أمر قطعي وما على العباد إلا أن يسلموا بأمر الله تبارك وتعالى ولذلك حدث الخلف في هذه الأمة نتيجة أن العقول قد فهمت قد نسيت تماما هذه القاعدة قاعدة التسليم المطلق لمراد الله عز وجل والأدلة كثيرة يقول تبارك وتعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أمر والأمر يقتضي الوجوب لقد أوجب الله عز وجل على العباد أن يؤمنوا بما جاء في الكتاب والسنة لعلهم يرحمون لعلهم يعيشون حياة كريمة لعلهم ينالون مرضات الله عز وجل يقول أيضا تبارك وتعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون انظر واتبعوه لماذا لعلكم تهتدون كذلك يقول تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أمر خذوه انتهوا اتبعوا اتبعوه كلها أوامر إلهية كلها أوامر تنادي بهذه القاعدة التسليم المطلق لحكم الله عز وجل يقول تبارك وتعالى أيضا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا انظر خير أي الخير للأمة الخير للمسلمين أن يسلموا وأن لا يدخلوا عقولهم في تأويلات باطلة أما عن منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسألة فإنه واضح حيث يقوم هذا المنهج على التسليم لوحي الله وعليه دلة النصوص الشرعية إن أهل السنة والجماعة ساروا على منهج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم القرآن أكد على أن المؤمنين الحقيقيين والمسلمين الذين اكتمل إسلامهم يقولون سمعنا وأطعنا ولم يقولوا سمعنا وعصينا الأدلة في ذلك كثيرة يقول ربك تبارك وتعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا سلموا وما عليكم معشر الأمة وما على أهل السنة والجماعة إلا أن يقوموا على هذا التسليم أو يقوم منهجهم على التسليم بما جاء في كتاب الله عز وجل يقول ربك تبارك وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل آمنوا آمنوا أي منهجكم لابد أن يقوم على التسليم والإيمان المطلق البعيد عن الجدال ويقول تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما انظر إلى ختام الآية أمر أو إظهار لما سار عليه آل السنة والجماعة من التسليم لوحي الله عز وجل ولهذا قال الإمام الطحوي ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام هكذا نظر السلف الصالح إلى هذه القاعدة أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعرضها برأيه ومعقوله وقياسه روى البخاري عن ابن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم والعاقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله لا يجوز عليه الخطأ فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره